شهدت العاصمة الليبية ترابلوس دخول أرتال عسكرية كبيرة على مدى يومين تأتي هذه التحشيدات تزامناً مع إعلان رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتح بشاغة أن حكومتها ستزاول عملها من ترابلوس بدلاً منسر حيث كان يعمل خلال الفترة الماضية شرعية تائها وميليشيات بولاءات متضاربة ليبيا إلى أين؟ واستغمض المرحلة تعزيزات عسكرية تأخذ طريقها نحو مقرات لميليشيات على أطراف العاصمة ترقباً لوصول رئيس الوزراء المكلف من البرلمان فتح بشاغة بلغة الواثق أكد بشاغة أن كل الطرق إلى العاصمة مفتوحة وتعهد الرجل بأن دخوله سيكون من دون إطلاق رصاصة واحدة وأضاف أن القوى المسلحة التي كانت تعارض دخول حكومته إلى العاصمة لمزاولة عملها غيرت موقفها وطلب بشاغة بضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة تجمع الليبيين وتباشر في الإصلاح تترقب طرابلس وصول بشاغة بينما رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ما زال في العاصمة يتمسك بمنصبه ولا يقبل بأي شكل من الأشكال تسليم السلطة إلا بعد إجراء ليبيا لانتخاباتها وأمام هذا الصراع على الشرعية تكبر المخاوف من أن تمضي الأمور نحو مواجهة دامية تتناحر فيها الميليشيات ويقطع الرصاص طريقة تسوية السياسية المنشودة في ليبيا معنا من ترابلوس النشط السياسي أحمد بوعرقوب ومن باريس الكاتب والباحث السياسي كامل مرعاش أهلا بكم أضيفي الكاريمين وأبدأ معك أستاذ أحمد برأيك بعد محاولته الأولى في مارس الماضي واللي فشل وكان لديها تبعات يمكن القول على الأرض وكذلك تبعات سياسية هناك معاشرات على الأرض حتى ما بعد تصريحات وتلميحات بشاغة بالحشد والحشد المقابل في ترابلوس بالتالي ما الذي تنتظره العاصمة هل يقدم برأيك حقيقة بشاغة على خطوة ثانية أو محاولة ثانية مساء الخير سيدة تحية طيب عليك ولضيفك الكريم ولكافة المشاهدين الكرام السيد فتح بشاغة يضع نصب عينيه ممارسة مهامه من العاصمة ترابلوس لكي يوحد الدولة الليبية ويوحد الخطاب السياسي في ليبيا ولكي يستطيع توحيد المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة الأمنية والعسكرية هذا ما نتج عن اتفاق أنا دائما ما أشير على اجتماع بنغازي الذي ضمن مشير حفتر والسيد خليفة حفتر وبعض المرشحين الرئاسيين كان خطوة أولى لاستعادة السيادة الوطنية واستعادة السيادة الوطنية تبدأ من خلال خلق حوار ليبي ليبي وحل ليبي ليبي في ينتهي ويتوج بإخراج كل المرتزقة والقوات الأجنبية الموجودين في ليبيا سواء المدعومين من تركيا أو المدعومين من روسيا وأما محاولة البقاء في سيرت والعمل من داخل سيرت فهذا سوف يسبب قصور في عملية توحيد مؤسسات وأيضا في توحيد الخطاب السياسي في الدولة الليبية وسوف يغدي هالانقسام سواء انقسام داخلي أو حتى انقسام إقليمي ودولي فبالتالي الهدف والقوات كل هذا الجميل حتى بشغى اليوم له كلمة لأمام مجلس العموم أو لجنة الخارجية بالبرلمان البريطاني قال أن دبيبي لا يمتلك سلطة على الأرض هو محمي في ترابلوس من عدد محدود من الميليشيات هذا العدد من المحدود من الميليشيات لديه السلطة لديه من النفوذ لديه من الأسلحة بما يوفر الحماية لدبيبة ولحكومة الدبيبة بالتالي على أرض الواقع اللي أمده هو قادر على تنفيذ هذا المطلب على دخول ترابلوس دون انزلاق الأمور إلى العنف للأسف أقولها بكل مرارة أن بعد قادة الميليشيات أمراء ميليشيات بدرجة رؤساء ووزراء بمعنى أن أي قرار يريده آمر ميليشية معينة وهم محدودين جدا في العاصمة ترابلوس يذهب إلى رئاسة الوزراء ويدغط على رئيس الحكومة وينفذ القرار الذي يريد تمريره هذا ما يحدث خلال المدة الماضية استمر هذا الوضع مع عدد الحميدة بيبة وقبله مع فايز السراج الوحيد الذي استطاع أن يحجم دور الميليشيات واستطاع أن يكون وجه لوجه مع الميليشيات هو فتح بشاغة عندما كان وزيرا للداخلية فبالتالي بعض القواء بعض هذه قادة الميليشيات تخشى أن تخسر نفودها في العاصمة ترابلوس ولا تستطيع أن تطوع السيد فتح بشاغة في المدة القادمة فبالتالي تخسر نفودها وتخسر مصالحها في ليبيا هذا سبب وقوفهم ضد استلام السيد فتح بشاغة لمهام رئيس الوزراء في العاصمة ترابلوس هذا ليس وليس حبا في عبد الحميد تبيبة وطمعا منه في الاستمرار لشخصه وإنما لسهولة التعامل معه وسهولة القصول على ما يريدون من عبد الحميد تبيبة الشخصية ضعيفة كامل لو سمحت لي هل تغيرت خريطة التحالفات إلى هذا الحد ليعطي لبشغة من الثقة ليتعهد ويبدأ بالترتيب لدخول العاصمة ترابلوس يعني على الأقل تبيبة لا يتصرف وفق هذا الأساس هو يحشد بطبيعة الحال لكن يقدم بعدد من الاجتماعات من الخطوات لعل أبرزها خبر في الساعة الماضية وهو قرار استبدال رئيس ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وربما هذا سيكون له ماله وسيكون له تبعات كبيرة مع قرار المؤسسة رفض هذا القرار وبتله لا يزال يتصرف لا يزال يسقط أسماء يستبدلها بمقربين له وأعتقد أن السيد فتح بشاغة منذ دخوله الفاشل الأول أصبح يشتغل على الساحة الدولية يريد هذا الرجل يريد قبولا دولية لدخوله لترابلوس وطبعا هذه المهمة قدته إلى تركيا تركيا لم تعطيه الضمانات الكافية للدخول إلى ترابلوس وربما حتى لاستلام السلطة فذهب إلى بريطانيا وهو يحاول مع البريطانيين والأمريكيون حتى يؤمن الغطاء السياسي لدخوله لترابلوس وأعتقد أن السيد بشاغة أصبح على قناعة ثامة أن الدخول إلى ترابلوس معناه مواجهة عسكرية مع ما تبقى من ميليشيات عبد الحميد الدبيبة عبد الحميد الدبيبة في أكثر من مرة وأكثر من مناسبة أكد أنه لن يسلم السلطة إلا حربا ولن يسلمها سلما وبالتالي كلام فتح بشاغة خلال الأيام الماضية يوحي بأنه قد تحصل على الغطاء السياسي حتى للدخول لترابلوس حربا وهذا الغطاء السياسي من قبل من أستاذ كامل وهذه الحسم مسألة لا استقرار المؤسسي والسياسي في ليبيا أو تثبيت الوحدة الحكومية على سبيل المثال يأتي عبر لندن أو باريس أو إسطنبول أو غيرها أو يجب حسم الأمور أو ملفات داخليا ما بين الفرقاء الليبيين نفسهم لا المشكلة يعني الفرقاء الليبيون لا يستطيعون لأن هذه الدول هي من تغدي الصراع في ليبيا هي من تحرك بعض الميليشيات وخصوصا في غرب البلاد وبالتالي هي تملك هذا التأثير على الأرض ميليشيات يجب أن نعرف أن تركيا لديها عسكريون لديها مرتزقة ما زالوا موجودين في طرابلس هي تحتل خمس قواعد عسكرية في ليبيا البحرية والبرية والجوية وبالتالي الغطاء السياسي مهم جدا لأن المواجهة العسكرية حتى وإن كانت ربما لن تكون طويلة ولن تكون ربما مكلفة في الضحايا البشرية ولكنها أيضا هي مواجهة ستكون حرب في طرابلس ولن يكون هناك أي خيار آخر مع حكومة عبد الحميد الدبيبة عبد الحميد الدبيبة عندما شعر بالضعف وشعر بأن فتح بشاغة بدأ يشتغل حتى على الأطراف الداخلية ذهب إلى قبائله في مصراتة وأصبح يتوسلهم في البقاء في السلطة وهذا الاجتماع كان وديع من يومان وعرض عليهم الملايين على ميليشيات مصراتة الملايين وقال لهم اسندوني في هذا الوقت لأني الآن أعتمد على ميليشيات جزء منها في الزاوية وجزء منها في طرابلس وليس لدي الأموال الكافية لإعطائهم لأنه بالفعل الآن خزائن مصرف ليبيا المركزي تآكلت بالكامل وهذه جريمة وطنية تكبها محافظ المصرف المركزي الذي يخفي هذه المعلومة ليس هناك أموال في خزائن الدولة الليبية أرصد موقفك أو ربما تعليقك وتعاطيك ربما مع المجاء في مداخلة أستاذ كامل أستاذ أحمد هل الحرب ستكون قائمة في طرابلس لا محالة هذا سيناريو لا يمكن استبعاده مجال آخر وهو موازين القوة حاليا لصالح من أو لأي كفة ترجحها لا شوفي أستاذ يعني أنا منذ يومين كنت جالس مع السيد فتح باشاغة وتحدثت معه عن دخول العاصمة طرابلس وما هي الخيارات أكد أن الخيار السلمي هو الخيار الوحيد لدى السيد فتح باشاغة وهذا ما أكد عليه اليوم حتى أمام لجنة السياسات الخارجية في مجلس العموم البريطاني خيار الحرب ليس خيار منذ تسميته رئيسا للوزراء منذ 10 فبراير الماضي كان الدبيبة هو من يصاعد عسكريا وهو من يحاول أن يجر البلاد إلى صدام عسكري وكان السيد فتح باشاغة يمارس أعلى درجات ضبط النفس لاستبعاد الخيار العسكري واستبعاد شبح الحرب على العاصمة ترابلس المقتضة بالسكان وبالتالي فرصة أن يكون هناك ضحايا مدنيين فرصة كبيرة وهذا ما لا يرغب فيه السيد فتح باشاغة السيد فتح باشاغة دائما مؤكد أن الدخول للعاصمة ترابلس سوف يكون بشكل سلمي وهو ما دفعه للعمل على تسوية الخلاف خارجيا لأن اعتراض أو عدم اعتراف بحكومته له أسباب ومن ضمن هذه الأسباب هي أن المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا يرون أن في ليبيا يرون أن الوزراء المحسوبين على المشير خليفة حفتر والمحسوبين على المستشار عقيلة صالح هم امتداد لنفوذ روسيا في ليبيا نتكلم عن وزارة الدفاع نتكلم عن وزارة التخطيط والمالية نتكلم عن وزارة العدل وغيرها من الوزراء المهمة ولكن أهل برأيك تعتقد بشاغة اليوم تمكن من تحصل على دعم بريطانيا لأنه في كلمة تعبر على استغراب دعم المجتمع الدولي أو استمراره في دعم دبيباء إلى حد ما أو نوعا ما بما فيها الحكومة البريطانية توجه في هذا التوقيت هل له أي وزن خاصة في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها بريطانيا نفسها نعم صحيح أحد أعضاء المجلس العموم البريطاني وأحد أعضاء لجنة الخارجية في مجلس العموم اللجنة أو أعضاء اللجنة على خلاف مع وزارة الخارجية في الحكومة السابقة حكومة بروس جونسون في حول التعاطي مع الملف الليبي وأن هناك تعدي أو حكومة قادمة وأن ربما قد يكون رئيس حزب العمال هو رئيس الحكومة ورئيس حزب العمال من المناصرين للسيد فتح باشاغ والداعمين للسيد فتح باشاغ وبالتالي موقف بريطانيا ربما ذهب إلى الاعتراف بحكومة السيد فتح باشاغ مع أخذ بالاعتبار أن يكون هناك تعديل وزاري بالتوافق بما لا يخل بالتوازنات التي جاءت ونتجت عنها الحكومة الليبية المطلوب الآن أعتقد أنه تعديل وزاري لكي يوسع دائرة المشاركة ويعني يحجم في وجه حسب وجهة نظر الغربية أو نفوذ روسيا في ليبيا هذا هو السيناريو الأقرب الآن فبالتالي عندما يكون الاعتراف الدولي بالحكومة الليبية وتأتي كل ما تعرضه البعثة الدولية إلى اللحظة وإلى اليوم هو وسط ما بين الرجلين سيدتي أنا أتفق مع الأستاذ كامل أن لدى بريطانيا وتركيا نفوذ كبير في شمال أستاذ كامل لو سمحت أستاذ أحمن مركزي السؤال الأستاذ كامل السؤال لي طبعا يعني طبعا يعني أنا لم أقل أن السيد فتح بشاغ خياره الحرب ولكن على العكس تماما خيار الحرب هو خيار السيد عبد الحميد الدبيبة وهذا الخيار لم يتخذه من فراغة السيد الدبيبة لديه ميليشيات ويغضق عليها الأموال الفاسدة وهي مستعدة للحرب في سبيل بقائه وهذا يحظى برعاية على الأقل حتى الآن رعاية أمريكية بريطانية تركية السيد فتح بشاغ بالفعل اشتغل عمل سياسي كبير جدا لإقناع هذه البلدان ويرفع دعمها عن الدبيبة ولكن هل يصل الأمر إلى التغطية عن عمليات عسكرية لأنه لن يغير من حال ترابلس إلا عملية عسكرية لإنقاذها من براث الميليشيات التي تحكمها والتي تحكمها رغم أنف الدبيبة ورغم أنف كل وزراء رأساء الحكومات والذين تعاقبوا على ليبيا هذه مشكلة أساسية وجذرية في ترابلس ويجب أن يقضى عليها كيف يقضى عليها إذا لم نستعد لخيار حرب هذه الميليشيات وذحرها وتفكيكها وإنهاء وجودها في ليبيا حتى تستقر البلاد إذن نحن أمام خيار مفصلي يجب أن نكون شجعان وأن نتخذه لا نقول أن السيد فتح بشاغة إذا لم يريد الحرب فعليه أن يبقى في سيرت عليه أن يستنشق الهواء في شواطئ سيرت ولكن لن يحلم بإدارة السلطة لأن إلى حد الآن حكومة السيد بشاغة هي حكومة انتظار وليست حكومة تنفيذية ليس لديه شيء يفعله هذا الرجل وليس لديه وزارات وليس لديه إطارات هناك منذ بداية الأزمة في ليبيا عدة محاولات لدخول ترابلوس تعرقلت طالت فشلت ما الذي يميز هذه المرة أو يجعل من فرص بشاغة أكثر من أي محاولات سابقة أولا الدخول إلى أطرابلوس لم يكن مهمة مستحيلة وأقول لك إلى الجيش الوطني الليبي لو لا التدخل التركي ولو لا إرسال تركيا بيعاز من الولايات المتحدة وتدخل غربي مباشر في حماية حكومة السراج من السقوط هذه المعاذلة الآن إذا نجح بشاغة في إقناع هذه الأطراف وهو الأقرب إلى إقناعها لأنه كان طرفا في هذا التحالف وكان مقربا من المخابرات البريطانية والمخابرات الأمريكية أيضا لا ننسى أن بشاغة هو رجل بريطانيا في ليبيا وبالتالي هذا الموقع ربما يقنع البريطانيون هذه المرة بأن من مصلحة بريطانيا ومن مصلحة العالم الاستقرار في ليبيا ومن مصلحتهم أن يدخل بشاغة ويستلم السلطة لأنه بهذا يستطيع أن يحكم ليبيا ويستطيع أن يقود البلاد إلى انتخابات رياسية وتشريعية مسألة الدوء الأخضر إذا كان حتى استمارة الجانب بريطاني هل هو كافي هل لازلت بريطانيا فاعلة بالملف لهذه الدرجة خاصة أنه البعض كان يصف أنه مع تنام الدور الأمريكي في الفترة الأخيرة مع المبعوث الأمريكي الخاص بعض الليبيين يصفونه بأنه الحاكم بأمره في ليبيا في الفترة الأخيرة مع استفراده بهذا الملف بالتالي ما هي الاستشرافات أيضا بالنسبة لك أستاذ أحمد لا أعتقد أن ريتشارد نورلند يعي تماما ما يحدث في ليبيا أنا أقول هذا كلام ومسؤول عنه لأن المبادرة التي طرحها المدة الماضية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ظل الانقسام المؤسسات الموجودة في ليبيا وحتى ولو كان يعني حتى ولو تمت الانتخابات بوجود حكومتين وكل حكومة تشرف على الانتخابات في مناطق نفودها هذا ليس كلام سياسي ربما استخدم هذا الخطاب للضغط على مجلس النواب ومجلس الدولة للوصول إلى قاعدة دستورية ولكن إذا كان هذا الأمر بهذه الصورة فهو أمر مقبول أما في حال أنه عبر عن وجهة نظرة وأنه مقتنع بما يقوله فالرجل غير مقنع غير مدرك لما يحدث في ليبيا ليبيا تحتاج إلى توحيد مؤسسات لكي نستطيع إجراء انتخابات يمقل لجميع الأطراف قبول بنتائجها أما في حال تجراء انتخابات والبلاد منقسمة فمن السهل جدا رفض نتائج الانتخابات والاعتراف بنتائج الانتخابات وخير دليل على ذلك ما حدث في سنة 2014 بالرغم من أن ما حدث في سنة 2014 كانت البلاد في وضع أفضل مما عليه اليوم لكن أستاذ أحمد كانت هناك حكومة واحدة هناك في ليبيا حاليا أي أن كان بشاغة ولا دبيبة ولا غيره من يفكر أنه سيكون كحكومة أو كسلطة تقود مرحلة انتقالية للانتخابات بعد التوافق على القاعدة الدستورية وما غيره لأنه حتى بشاغة عندما يتحدث أمام اللجنة الخارجية بالبرلمان يتحدث عن العمل على توفير فرص الاستثمار إعادة الإعمار المساعدة في تقليل تدفق المهاجرين غير الشرعيين إخراج المرتزقة والقوات يعني هذا برنامج يطرح من أجل استمالة الجانب البريطاني يتجاوز بمراحل حتى الصلاحيات أو مهمات حكومة انتقالية تقود إلى انتخابات صحيح ليبيا بحاجة إلى دعم وبحاجة إلى تنمية اقتصادية لأن الوضع في ليبيا اليوم سيء جدا خصوصا بعد وصول عبد الحميد البيبة ليبيا تحتاج إلى تنويع الموارد وتحتاج أيضا إلى تطوير بنيتها التحتية وأيضا إعادة إعمار كل هذه ملفات عاجلة سيدتي بنفس أولوية وبنفس أهمية إجراء الانتخابات الوضع الاقتصادي اليوم في ليبيا مزري جدا والفساد المستشري في ظل وجود عبد الحميد البيبة وفساده وعائلته ونهب خزائن الدولة الليبية أقول نهب لأن ما يحدث في ليبيا الآن هو نهب حقيقي وممنهج لخزائن الدولة الليبية ووصول وضعف قوة شرائية للدينار الليبي يعني يجعل من الضرورة بمكان إيجاد حلول ومعالجات حقيقية لتحسين الأداء الاقتصادي للدولة الليبية وهذا يتطلب خبرات دولية والبريطانيا بيع طويل في هذا المجال فيما يخص الدهاب للانتخابات الدهاب للانتخابات كما ذكرت وكما ذكرت أنجلا ميركل قبل مغادرتها للسلطة عندما تحدثت عن ليبيا قالت ليبيا تحتاج إلى أرضية صلبة لإجراء الانتخابات الأرضية الصلبة هي توحيد البلاد وتوحيد الخطاب السياسي في ليبيا وتوحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية فبالتالي لا يمكن إجراء انتخابات في ظل هذا الانقسام وعبد الحميدة بيبة هو من عرق للانتخابات في 24 ديسمبر الماضي وهو من يحاول خلط الأوراق ويطالة أمد إجراء الانتخابات لكي يستمر في السلطة نعم سيدتي شكرا للأسف انتهى وقتنا شكرا جزيلا لك من ترابلوس الناشط السياسي أحمد بوعاركوب وأيضا شكرا لك من باريس الكاتب والبحث السياسي كامل مرعش